السلام عليكم ورحمة الله درسنا اليوم عن التمدن أو دايليشن التمدد واضح من اسمه هيكون عندنا شكل هندسي ما وهنطلب تمديده أو تكبيره يعني بكل بساطة درسنا اليوم عن التكبير يا جماعة يعني ايه تمدد؟ التمدد هو تحويل هندسياً كل نقطة على طول الشعاع الذي يمر بالنقطة نقطة الأصل يعني أو النقطة الأصلية في الشكل بدءاً من مركز ثابت اسمه مركز التمدد أو ويضاعف البعد عن المركز بمقدار معامل ثابت أو مشترك يعني ايه كلام ده كله؟ يعني مثلاً تخيلوا الشكل الأصلي اللي قدامك المستطيل ABC اللي أنا بشاور عليه ده واخد بالك عاوزين نعمله تمدد أو تكبير بمعدل مثلاً اللي انت شايفه ده تم تكبير المستطيل ده بسكيل فاكتور يساوي ثلاثة لأن عرض المستطيل هنا وان سنتيميدر أو مربع واحد هنا بقى ثلاثة الصورة أصبح تشوفين واحد اثنين ثلاثة كذلك الطول كان اثنين أصبح هنا ستة الضرب كمان في ثلاثة فهتلاحظوا ان الشكل اللي تم تكبيره مع الشكل الأصلي ده دايماً بيكونوا متشابهين يعني ايه متشابهين؟ يعني النسبة بين كل ضلع ونظيره هي نفتها بين كل ضلع ونظيره الآخر نسبة ثبت يعني الأطوال الأضلاع المتنظرة تكون متناسبة طيب عاوزين نعرف يعني ايه نعمل تمدد النهاردة نتعلم ازاي نعمل تمدد وازاي نجيب مركز التمدد لو عندي الأصل والصورة وهكذا بطرق بسيطة وسهلة جدا يلا نشوف مع بعض نحاول ان تحل أمامي الآن مربعين مربع الأصلي طيب عن مربع الأصلي دايماً أو الشكل الأصلي بيكون بدون أي شرطات على الأحرف زي G-H-I-F وده طبعاً الصورة دايماً الصورة عليها شرطة وده الأصل طيب نشوف السؤال مع بعض ما معامل القياس؟ معامل القياس يا جماعة هو الطول في الصورة احفظوا الكلام ده معامل القياس هو الطول في الصورة على الطول الأصلي الطول في الصورة على الطول الأصلي الطول الأصلي أو الطول في الشكل الأصلي فأنت بتختار أي ضلع وليكن اهو معامل القياس اللي نحسبه مع بعض اختار ايضا مثلا جي شرطة ايش شرطة على جي اتشو ففي عندك واحد من ثلاثة اربعة خمسة بتعدك مربعات والشكل الاصلي هنا واحد فمعامل القياس هنا خمسة على واحد او خمسة اذا معامل القياس نسبة طول الضلع في الصورة اهو على طول الضلع منوظر في الشكل الاصلي ايه خمسة ايه لا واحد او خمسة معامل القياس هنا ايه سيارة الخمسة خلاص عرفنا عن ايه معامل القياس تاني ودي شبه يا جماعة اللي خدته في الفاكرين انتو بقياس الرسم كنا بنقول بقياس الرسم ايه كنا نقول الطول في الصورة الطول في الصورة على الطول الحقيقي صح ولا لا نفس الشيء الطول الحقيقي طول الحقيقي هنا نقصد به طول الاصلي في الشكل او في الشكل الاصلي بارك الله فيه اقنعني الشكل الرباعي WXYZ هو صورة للشكل FGHI بعد تمدد مركزه نقطة الأصل ومعامل قياس مقداره 3.5 ما هذه اهتيات رؤوس الشكل WXYZ بالنسبة للشكل WXYZ هو صورة لل خلي بالكو لما يكون معامل القياس 3.5 عشان نجيب الرؤوس الجديدة طبعا دي مسألة جديدة غير اللي فوقه بناخد احداثيات الرؤوس الاصلية دي نضربها في الاسكيل يعني انا عاوز كل ضلع من ده يكون طوله الجديد 3.5 مرة 3.5 ايه مرة من هذا الطول طب هذا الطول ده كله واحد فهيديين مربع جديد اللي هو WXYZ هيكون كل ضلع فيه 1 ضرب 3.5 يعني 3.5 الاحداثيات بنجيبها بهذا الشكل بنكتب F النقطة F احداثياتها واحد وواحد عاوزين نعمل بسكيل فاكتور بنكتب كده سكيل فاكتور is 3.5 ومركز الاصل من مركز التمدد فبندرب 3.5 في واحد 3.5 هو 3.5 وهكذا ناسيب لك بقى ان تتكمل ال H احداثياتها 2 و 2 اهو يلا نعملها بنفس الشيء اضرب في ثلاثة ونص لان طبعا كل نقطة تتضرب في نفس المعامل فبتكون اتنين في ثلاثة ونص سبعة وسبعة وهكذا نقدر حتى نحدد النقاط ونرسمها هيبقى سبعة والنقطة الاولى ثلاثة وهكذا ممكن نرسم بس هنا مش طالب الاسمه هو عاوز ما احداثيات رؤوس الشكل الربعي هو ده الاحداثيات هو ده ال F شرطة ال F دي هتكون طبعا F هنا هتبقى W لاحظ F الحرف هنا وقصاده هنا W وال H اللي انا جبتها هنا هي تالت حرف هتكون Y وهكذا هات بقية الحروف يلا هات ال G وال I حولهم اضرب كل نقطة في ثلاثة ونص يديك النقطة الجديدة وخلاص بارك الله فيه تعالوا نشوف مثال اتنين التمدد لتكبير شكل في المستوى الاحداثيات في المستوى الاحداثي فيه طريقتين عشان نجيب بيهم نرسم شكل بعد تمدد معين في التمدد هتلاحظوا في المسائل دايما يديني مركز التمدد والمعامل لازم المعلومتين دولة معلومة واحدة لا تكفي فانا لما يكون عندي مركز التمدد نقطة الاصل ومعامله اتنين معناها نتوقع ان كل ضلعة هيكبر بمعامل اتنين ودي طريقة سهلة الطريقة الاولى يا جماعة بنرسم الخط ده بصوا معايا النقطة بيه من نقطة الاصل الطريقة اللي اقولها اقولها دلوقتي خلي بالا من عند نقطة الاصل نعمل كده متجه ازاحة او خلينا اريهلكو بالالم العادي متجه ازاحة يا جماعة شايفين هنا روحنا اتنين وطلعنا فوق لو عملت المتجه ده كمان مرة تروح يمين اتنين وتطلع لفوق خلاص دي صورة النقطة جديدة تاني اهو النقطة ايه مثلا متجه الازاحة بتاعتها المتجه ازاحة يا جماعة شايفين ما تستغربوش كلامي هو فاكرين لما كنا بنقول ازاحة ثلاثة واحدات الى اليمين ثم اتنين الى اعلى اهو الكلام اللي انا قلته ده اسم المتجه ازاحة ثلاثة الى اليمين واثنين الى اعلى او ثلاثة الى اسفل ده اسم المتجه ازاحة زي ما انتو شايفين لو نمسح المتجه الاصلي خلاص الاولاني من صفل ايه هنروح اتنين يمين واثنين اسفل صح عيد نفس المتجه ده تاني اتنين يمين واثنين اسفل توصل عطول لإشارة دي طريقة الرسم على عمل تكبير معامل فاكتور أو سكيل فاكتور اثنين لكن فيه طريقة تانية ودية سهلة جدا كل الطلاب التي قدرها تقبلها تكتبوا إحداثيات الشكل الأصلي تابع معي ايهو إحداثيات الشكل الأصلي ABC كل نقطة وتروح تكتب كل إحداثي تضربه في اثنين تخيل انت عاوز تعمل معامل قياسه اثنين يعني عاوز تكبر معامل اثنين فتضرب في اثنين شكرا خلاص يديك الرؤوس الجديد طبعا نضرب الاحداثي X وايه طبعا في الاثنين يديك رؤوس جديدة مثلها اهو حطها على المستوى الاحداثي ووصلها بعد يديك الشكل الجديد بس أمور سهلة جدا جدا هتحسوا ان الدرس ده أسهل من إذاعة كمان في مثال ثلاثة التمدد لتصغير شكل في المستوى الاحداثي التمدد يا جماعة ليس معناها تكبير بس في الرياضيات احنا بنقبل الرأي والرأي الآخر وبنقبل كل حاجة رغم ان الدرس اسمه تمدد يعني واضح من اسمه ان الشكل هيكبر لا تخيل لو معامل التكبير نصف اوروبا هل هالشكل هيك نصف؟ طبعا لا لما يكون معامل القياسة جماعة سكيل فاكتور يقع بين الصفر والواحد هذا يسمى تصغير يسمى ايه؟ تصغير او ريداكشن اكتبوا المعلومة دي معايا لما يكون سكيل فاكتور سكيل فاكتور بيجر زن وان اكبر من واحد يسمى تكبير يسمى ايه؟ تكبير اوكي؟ تاني لما يكون سكيل فاكتور او معامل التمدد اكبر من واحد يعني اتنين تلاتة او ممكن اتنين ونص اي عدد اكبر من واحد يسمى تكبير اما لما يكون كاسرة حقيقي بين الصفر وواحد يسمى تصغير وده اللي واضح في مثال ثلاثة يقول لي ايه ما احداثيات رؤوس صورة الشكلة بي كيو ار اس بعد تتمدد مركز نقطة الاصل ومعامل قياسه نص بتروح للرؤوس الشكل الاصلي بي كيو ار اس وتضربها في نص شكرا خلاص يديك الرؤوس الجديدة ارسموا الرؤوس الجديدة هتلاقي بسم الله ما شاء الله المربع كش يعيني كان طول ضلع اربعة بقى اتنين لا حاوله الا اخوة الا اخوة ليه لانه عملنا صغير معامله سكيل فاكتور بتاعه نص تعال نشوف المسألة دي ينقل تمدد النقطة نقطة ال لتلاتة وستة نروحها لتلاتة وستة فين نقطة تلاتة وستة الى صورتها اتنين واربعة اكمل تمدد الشكل الام ان وسمي الصورة الام ان شرطة ما معامل القياسه ما طول الضلع شوفوا يا جماعة الان لما يديني نقطة ملاحظين من الشكل ده كله مديني نقطة وصورتها بعد التمدد بعد ايه طبعا السؤال ده ينقصه اني لازم يقولي مركز التمدد نقطة الاصل لان ممكن مركز التمدد يكون اي نقطة عندما بان مركز التمدد نقطة الاصل شوفوا يا جماعة جدا سهل بنكتب النقطة الاصلية تلاتة وستة دي اصبحت اتنين واربعة اصبحت ايه اتنين واربعة نقطة ال اصبحت ال شارت ايه 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 اللي حصل النقاط دي صغرت صح ولا لا تلاتة اصبحت اتنين وستة اصبحت اربعة نفس الاسكيل فاكتور معامل التمدد هنا تركزوا معايا معامل التمدد احنا لسه قيلين من شوية هو الصورة على الاصل فالصورة هنا هناخد بس الاحداثي اكس وتقسمه على الاصل الاحداثي اكس على الاحداثي اكس الاصلي او الاحداثي واي على الاحداثي واي الاصل انا اعتبرت هنا مركز التمدد هو نقطة الاصل فهنا مركز معامل التمدد اتنين على تلاتة طيب هنعمل الباقيين ازاي هناخد النقطة ايه بقى ونضربها في اتنين انت عرفتنا خلاص تعالوا من اوليكم النقطة ال اللي هي اتنين واربعة اتنين واربعة هي طبعا هي النقطة دي اللي هي L شرطة نروح بقى عشان نجيب M شرطة نعمل إيه الM شرطة ناخد النقطة M اللي عندك اللي هي B3 و3 ركز معايا ونتضربها في معامل التمدد اللي انت جيته في 2 على 3 شوفها تبقى كم هي DM شرطة شوفها دي الأمور سهلة وناخد الN اللي هي إحداثياتها 6 و3 برضو نضربها فيه تلتين ويديك النقطة N شرطة وترسمها وخلاص بارك الله فيك يلا نعمل الكلام ده طبعا النقطة هنا تبقى 2 و2 طبعا الثلتة مع الثلتة راحت او ضربها على مهلك بره ثلاثة في اثنين على ثلاثة هيديك 2 هذلك لما تضرب 6 في اثنين على ثلاثة هيديك 4 وثلاثة في اثنين على ثلاثة يعطيك 2 فبناخد النقطة 2 و2 اهو والنقطة الثانية النقطة 2 و2 دي N prime راخد بالك والنقطة N prime أو N شرطة 4 and 2 4 and 2 وبكل بساطة هنوصل المثلث هو ده المثلث الجديد بعد ما صغر بمعدل 2 على ثلاثة هذا هو ودي إن شاء الله احنا جبنا معامل التمدد الأول وبعدين ضربناه في الأصل لكل من النقطة M و2 عشان يطلع فيها تعالوا نشوف تعالوا نشوف مع بعض هذا المثال التمرين اللي قدامنا في الشكل 3 هو أو الشكل 3 اللي هو المثلث الكبير اللي قدامك هو صورة الشكل 1 بعد تمدد مركزه نقطة الأصل ما معامل القياس قلنا معامل القياس الطول في الصورة اهو هو الصورة ركز على كلمة هو الصورة على الطول في الأصل الصورة هنا ناخده لك نضلع الأفقي لأنه سهل 1 2 3 4 فاخد بالك اهو على طول أصلي 1 إذن 4 على 1 يساوي 4 في سؤال 5 ما إحداثيات صورة الشكل 2 بعد تمدد مركزه نقطة الأصل وعمله 3 جدا سهل وتكتبه يا جماعة النقاط تاعت شكل 2 اهو شكل 2 اللي هو ثلث الأزرع اللي قدامك إحداثياته 2 2 حاجات سهلة جدا طبعا ما فيش تسمية ABC انت مش محتاج تسام يعني عادي اكتب النقاط وبعدين النقطة 3 و4 أنا عاوز أعمل معامل القياس 3 أضرب في 3 كل بصار شوف أدي الأمور سهلة روح أضرب إحداثيات سواء الإحداث الـ X أو الـ Y اللي اتنين أضربهم في 3 يبقى 6 و6 وهنا أضرب في 3 12 و6 واضرب في 3 هنا يكون 9 و12 شكرا هذا هو الحال طيب هنا بيقولي ما أحداثيات ما ليش أرسم ممكن لو طلق برأس نرسم الإحداثيات الجديدة دي ونوصلها بعض أي شكل يمثل تمددا مركز نقطة الأصل هو معامل قياس نصف طبعا معامل قياس نصف يعني يعني فين الشكل اللي الضلع فيه بقى نصف بقى getting half يعني طبعا واضح شايفين الشكل واحد واثنين صح الشكل واحد كان القاعدة واحد دلوقتي بقى طولها اثنين هو ده معامل أي شكل يمثل تمددا مركز نقطة أهو الشكل واحد هو تمدد الشكل اثنين بمعامل قياس نصف ومركزه نقطة العصر ومركزه نقطة العصر صفر وصفر هذا هو الحل تمنى تكون الأمور واضحة للجميع شوفوا السؤال الجميل ده برضو ارسم صورة المثالة دي اي اي اف بعد ده مدد مركز نقطة صفر وصفر ومعامل قياس اثنين اوجد احديثيات كل نقطة نروح ننقل النقاط يلا حل معايا وقف الفيديو الان وحل معايا حاجات سهلة ادي نقطة الاصر ال اي اثنين وصفر وال اف هي صفر واثنين يلا نروح كل نقطة من دول هنضربها في اثنين معامل قياس اثنين لو جالك ثلاثة اضرب ثلاثة معامل قياس اربعة اضرب اربعة وهكذا يلا نضرب في اثنين صفر وصفر طبعا صفر واثنين بصفر وهنا اربعة وصفر والنقطة اف هتكون صفر واربعة واروح امثل بيانيا الصورة الاصلية دي مش هتتغير والصورة طبعا هو مثلث طبعا ما تنسوش يا جماعة كل تكبير اللي هو الديليشن ده بيديني اشكال متشابهة بيديني اشكال ايه متشابهة والله الاصل يشابه الصورة تماما لانه حصل شكل صغر بس كان كبير وصغر او كان كبير او صغير وكبر المهم يا جماعة نرسم الشكل طبعا الشكل هنا منطبخ على الضلع الجديد الجزء منه موجود على الضلع القديم ما فيش مشكلة ما فيش اي مشكلة ارسمه تاني عادي تقول لي يا أستاذ جاي على الضلع الضلع موجود اش مهم لأي المشكلة عندنا اضلع متضبقة عددها لنهاي في الرياضيات اضلع زي ما احنا عايزين نرسم المهم ده الشكل جديد يا جماعة وممكن نرسم اللي هنا this is the e' and this is the f' and the d هي نفسها d' لأن ما صفر وصفر ضربنا في اثنين صفر وصفر فهي هي تعالوا شوف السؤال ده الشكل الصغير هو صورة الشكل الكبير الشكل الصغير بعد دي الصورة ودي الأصل ما ايه المضوع بعد تمدد مركز نقطة الأصل حدد إذا كان التمدد يمثل تكبيرا تصديرا شوفوا دي السؤول يعني السؤال دي هينفع لكي جي وان والله الشكل الشكل الصغير هو الصورة الصغير هو الصورة يبقى دا تصغير على طول الأصل صغر نكتب تصغير معامل القياس ينروح في الصورة دي شايفين 1 2 3 4 أو معامل القياس أو معامل التمدد يساوي طول في الصورة 4 على طول الأصل شايفين النقطة دي نعليش تعالي عندها معلش واحد نين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تماني لسعة عشر حداشر اتناشر اذا معامل التمدد اربعة على اتناشر ممكن تبسطها يكون كالتوقيع مبارك الله فيكم اتمنى ان الامور تكون سهلة تعالي نشوف اخر سؤال لغتم بيدر سينة عن مهارة التفكير العليا الشكل هو صورة الشكل بعد يتمدد مركز النقطة اوجد معامل القياس نفس الشي معامل القياس ده الصورة على الاصل اوعى تنسى الطول في الصورة على الطول في الاصل هو الشكل الاصل لا تنساش الصورة طبعا الصورة هي اللي عليها اهو تلات اضلع واحد اتنين تلاتة اهو هنا بقت كام بقى ما شاء الله واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احداشر اتناشر اهو تلاتة على اتناشر ربع برضو معامل القياس هنا ربع يعني ده تصغير اوجد مساحة كل متوازي اضلع ما لعلقة بمساعتين كلنا عارفين مساحة متوازي الاضلع مع شبه مساحة المستطيل كده فدي تلاتة في تلاتة البيت سهي في الهاي تلاتة اهو الارتفاع تلاتة تلاتة تسعة ده الاريا الاولى تب الاريا التانية القعدة عد دي كده اتناشر والارتفاع برضو اتناشر يعني مئة اربعة وبين بيقول لي ما العلاقة بين المساعتين طبعا العلاقة بين المساعتين يعني العلاق فيه علاقة بين المساحات الجماعة الاشكال المتشابهة او اللي جاية من دايليشن او تكبير هتلاقوا ان تسعة على مئة اربعة واربعين دي عبارة 3 تربيع على 12 تربيع طب إيه هي الثلاثة والاثنشر مش الثلاثة والاثنشر دي يا جماعة هي معامل القياس صح الثلاثة على الرёзHH دي هي معامل القياس لذلك النسبة بين مساحات الاشكال المكبرة يا جماعة أو المتشابهة هي نفس النسبة بين معامل القياس لكن برفوع للأس طبعا لأن معامل القياس ده سانتي على سانتي إنما المساحة بتكون سنتيمتر مربع على سنتيمتر مربع. شيء طبيعي لما نحسب الاريا على الاريا تطلع ثلاثة على اتناشر لكل تربية. ده شيء منطقة. ليه? لان احنا بنحسب اريا على اريا او مساحة بتحسب بالسنتيمتر المربع. شيء منطقة يكون التلاتة دي مربع. التلاتة اللي هو الطول ده. شيء طبيعي يبقى الاثناشر دي مربع. مهما كان الشكل ان كانت متلاثات مربعات ولا متوازي اضلاع اي شكل. دي العلاقة يا جماعة ازا العلاقة ان الاريا على الاريا هي مربع معامل التمدد. مربع او معامل التكبير او تصوير مش مشكلة. التمدد لكل تربية. دي العلاقة بين المساحات ومعامل التمدد. انا بشكركم واراكم على خيانة.